مأساة هؤلاء أكبر من أن تسعها الصور ولادعاءات عشرات الآلاف الذين شردتهم الحرب وجوعتهم وسلمتهم إلى العوز يتعرضون اليوم لاعتداء من نوع جديد فحلفاء الحرب الميليشيويون لا يكتفون بإلحاق الأذى بالضحايا ولكنهم أيضا ينتدبون من يتاجر بمعاناتهم ويعمل داعية لحقوق الإنسان ودليل الحصري للكاميرات التي تطوف في المناطق المنكوبة على أيديهم كما هو الحال في بعض مناطق الحديدة التي وصلت حد العوز الغذائي الحاد المجاعة أكثر من أربعمائة ألف طن من المساعدات الغذائية احتجزتها الميليشيا في ميناء الحديدة حتى لا تصل إلى مستحقيها وفي محافظة تعز المجاورة تمنع الميليشيا قوافل الإغاثة العربية والدولية من الدخول إلى المحافظة وتمنع الفرق الدولية من الإطلاع على الواقع المرير الذي سببه عصارها لعاصمة المحافظة وقروها حين تظاهر الحوثيون في صنعاء أمام مقر إقامة المبعوث الأمم رفعوا صور ضحايا المجاعة في الحديدة التي يتحكمون بأهلها وأقواتها ويصادرون خيراتها في وقت كانت الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان تشق طريقها بعد انتظار طويل وصولا إلى قرى التحيط الأشد تضررا بالعوز الغذائي لم يستغرق بعض مشطائهم وقتا طويلا قبل أن يتحول إلى بوق دعاية مفضوحة للميليشيا همه الأوحد وغسل الجرائم التي ترتكبها في البلاد لكن هذا البعض يحاول أن يظهر أمام الكاميرات وكأنه محارب صلب في هذه الجبهة المأساوية لا أسوأ من أن نجري قلب الحقائق على هذا النحو وأن يستمر هذا الأداء المقزز من المتاجرة بصور الضحايا في وقت توضع العراقيل أمام أي محاولات لإنقاذهم إن من الحرب أو من التشرد والجوز اشتركوا في القناة